الحمد لله رب العالمين تفضل علينا بصنوف النعم وأمدنا بالخير العظيم والفضل العميم نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل تفسير سورة التوبة في مجلس نتذاكر فيه معاني هذه الآيات وشيئا من حكمها وأحكامها وفوائدها فلعلنا نقرأ بعض آيات كتاب الله جل وعلا فليتفضل القارب بارك الله فيه ورفع الله درجته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطم وخطم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وردوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يقول تعالى يحذر المنافقون يخوف الله عز وجل أهل النفاق من جهة مما غبتي وآثار فعلهم السيء وفي نفس الوقت يبرز فعلهم السيء ليحذر المؤمنون من فعلهم فلا يفعلون ما يؤدي بهم ليكونوا من أهل النفاق ومن هنا قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أي تأتي آيات من عند الله عز وجل تحدد أسماءهم وأفعال كل واحد منهم وذلك أن المنافقين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أهموا بي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا جاء على قمة الجبل الفلاني فليدفعه منكم مجموعة لنتخلص منه وحينئذن نزلت هذه الآيات في التحذير منهم ومن فعلهم فأطرع الله نبيه على ذلك فلما هموا بما هموا به فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم متنبه لفعلهم فلم يتمكنوا من فعلهم وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه فشاهد هؤلاء المنافقين ولذا كان عنده علم بهم وبأسمائهم وكان المنافقون إذا اجتمعوا تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا وقدحا واستهزاء بأفعاله وبدعوته فحينئذ حذرهم الله أن يظهر ما يبطنون وعندهم من المقالات التي يسعون بها إلى تنفير أهل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قول قائلهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقولهم ليرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ونحو ذلك مما اجتملت عليه قلوبهم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإقرار بهذه الرسالة ولذا كأن الله جل وعلا يقول لهم إن الله مطلع على ما في قلوبكم من إبطان الكفر مع كونكم تظهرون خلافه وحينئذ الضرر إنما يعود إليكم ولو أراد الله لأنزل سورة تبين للناس أسماء هؤلاء المنافقين وما يضمرونه في قلوبهم من الشر هو الأذى لأهل الإسلام وكان من مقالاتهم الفاسدة أن كانوا يستهزئون بعلماء الصحابة فيقول قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأشد حرصا على طعام البطون ونحو ذلك مما كانوا يستهزئون به على أهل الإسلام من الصحابة فقال تعالى لهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون فإنما أبطنتموه في قلوبكم سيبينه الله ويعرف الناس به ثم قال تعالى ولئن سألتهم أي إذا ناقشتهم وتحققت الأمر معهم وقلت لهم لم تتكلمون بمثل هذا الكلام السيء حينئذ سيعتذرون بأنهم لا يريدون حقيقة وليقولن أي سيعتذرون بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب أي كنا نتحدث بما يمضي الوقت ولا نريد حقيقة ما تكلمنا به وحينئذ نزل تكفيرهم في آيات الكتاب فقال تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي تستسخرون وتستنقصون من مقام هؤلاء العظماء وحينئذ يقيل لهم لا تعتذروا أي لا تبدوا أعذارا وتحاولوا أن تقنعونا بأن هذه الأعذار وجيهة من كونكم تريدون قطع الطريق والخوض واللعب ولا تريدون حقيقة ذلك قد كفرتم بعد إيمانكم أي دخلتم في الكفر وتركتم الإيمان بعد دخولكم فيه وحينئذ عرض الله لهم التوبة فقال إن نعف عن طائفة منكم إما بتوبة صادقة أو بفضل من المولى جل وعلا فإن هناك طائفة منكم سيلحقهم العذاب بأنهم كانوا مجرمين أي تعدوا وتجاوزوا حدا ما باحه الله لهم بإجرامهم وتعديهم وسخريتهم بالله وبكتابه وبرسوله وبنقلة دينه ثم بيّن جل وعلا أن صنف المنافقين يجتمل على ذكور وإينات وأنه لا يختص بالرجال وأن هؤلاء المنافقين يشبه بعضهم على بعض الحق فيلقي بعضهم الشبهات التي تصد باقيهم عن الاستجابة لله ولدينه ولذا كان من شأنهم أنهم يرغبون في المعاصي ويحثون على فعلها ويأمرون أن يلزمون من استطاعوا يلزامه بالمنكر من الشرك والبدع والمعاصي والمخالفات وأما المعروف الذي أمر الله جل وعلا به فإنهم ينهون عنه فيطلبون من الناس تركه طلبا جازما ومن شأنهم أنهم يقبضون أيديهم إما بعدم النفقة في سبيل الله وإما بعدم رفع أيديهم إلى الله يطلبون حوائجهم وإما بكونهم يتركون الجهاد ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحينئذ هم في الحقيقة غفلوا عن الله ولم يستشعروا أنهم عما قريب سيلاقونه فيحاسبهم على أعمالهم ولذا نسوا الله فنسيهم أي لم يوفقهم إلى الخير والهدى والاستجابة لدعوة الحق وما ذاك إلا أنهم من أهل النفاق والمنافقون هم الفاسقون أي الخارجون من الخير إيمانا وتوحيدا وسنة وطاعة إلى ضدها ثم بيّن الله جل وعلا ما عده لهؤلاء المنافقين ومن شابههم من الكفار فإن الله قد عد لهم نار جهنم التي لا يقف لا يقف لهيبها ولا يبرد حرها ولا يسقى ضمانها ولا يطعم جائعها وهم في شر عظيم أعد الله هذه النار لهؤلاء المنافقين والكفار وقد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم قال خالدين فيها أن يبقون فيها أبد الآباد لا ينقطع عذاب جهنم قال هي حسبهم أي هي نار جهنم تكفيهم في العقوبة ومن ثم لا يستحقون شيئا من النعيم فإنهم لعنهم الله أي أبعدهم وطردهم عن رحمته لعدم استحقاقهم لها ولذا قدر الله عليهم يوم القيامة العذاب المقيم أي الباقي الذي لا يزول ولا يحول ثم بين أن هؤلاء المنافقين إنما يشابهون من قبلهم من الأمم السابقة الذين كذبوا رسول الله فنزلت بهم العقوبة وفيه تحذير بأن ما لديهم من الأموال الوفيرة والأولاد الكثيرة لا ينفعونهم شيئا متى قدر الله عليهم العقوبة فقال كالذين من قبلكم أي كالأمم السابقة لكم كقوم نوح وعاد وثمود وأهل مدين وغيرهم من الأمم التي عصت أنبياء الله فأهلكهم الله مع أنهم كانوا أعظم قوة فلديهم من الإمكانات والأسلحة وقوة الأبدان ما ليس لدى غيرهم وهم مع ذلك كانوا أكثر أموالا وأولادا فلديهم الأموال الطائلة والأولاد الكثيرة ومع ذلك لما نزل عذاب الله لم تغني عنهم شيئا فإنهم استمتعوا أي تمتعوا في الدنيا وزاولوا الانتفاع بنعم الله عليهم ومع ذلك لم يسلموا من عذاب الله فأنتم يا أهل مكة ويا أهل ذلك الزمان أنعم الله عليكم بالمال وبالأولاد ومع ذلك لا تأمنوا من أن تنزل بكم عقوبة الله فقد قال فاستمتعتم بخلاقكم أي انتفعتم بما أعطاكم الله إياه من النعم في الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم من الأمم الهالكة الذين تمتعوا بما آتاهم الله من النعم ثم ثم إنكم قد خضتم كالذي خاضوا إما بالحديث كسب الله ورسوله كسب آياته وأصحابه وإما باستمراركم في الشرك ومخالفة الشريعة قال وخضتم كالذي خاضوا ثم قال أولئك حبطت أي ذهبت أجور أعمالهم التي أدوها في الدنيا والآخرة ومن ثم كانوا خاسرين مهزومين لماذا؟ لأنهم دخلوا نار جهنم حتى ولو كان عندهم أموال وفيرة وأولاد كثيرة في الدنيا فإنها لا تنفعهم في الآخرة ثم ذكرهم الله بأخبار الأمم السابقة فقال ألم يأتيهم أي ألم يصل إليهم نبع الذين من قبلهم أي خبر الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياء الله من مثل قوم نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان في لحظات كأن لم يكونوا وهكذا قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام كذبوا فأرسل الله عليهم الريح العقيم التي استأصلتهم ولم تبك منهم أحدا وهكذا ثمود الذي عصاه الذين أرسل الله إليهم صالحا فعصوا صالحا فأرسل الله عليهم الصيحة بمجرد صوت قضى عليهم ولم يبك منهم أحدا وقوم إبراهيم الذين هموا بإلقاء نبيهم في النار والذين فعلوا به لا فعيل ومع ذلك أهلكهم الله ونجى إبراهيم وهكذا أصحاب مدين فمدين في شمال جزيرة العرب شمال هذه البلاد المملكة العربية السعودية وقد أنزل الله جل وعلا عليهم العقوبة الشديدة فكان ذلك سبب هلاكهم وأما المؤتفكات فهي القرى التي كان يسكنها قوم لوط عليه السلام وكان من شأنهم أن يقدموا على الفواحش وأن يطففوا في المكاييل وأن يعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم لوط فكذبوه فلبث فيهم سنوات طوال ثم بعد ذلك أهلكهم الله بأن قلب ديارهم على رؤوسهم وأنزل عليهم العقوبة وحينئذ ينبغي بكل عاقل أن يتأمل في حال هؤلاء وأن يحذر أن يصيبه مثل ما صابهم وهؤلاء يتتم رسلهم بالدلائل والبراهين فكذبوهم فأنزل الله بهم العقوبة فما كان الله ليظلمهم أي لن يعاقبهم وهم محسنون ولن يعاقبهم قبل أن يرسل إليهم نبيا يرشدهم إلى الحق ويعلمهم إياه فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بوصول الحق وعدم استجابتهم له ثم ذكر الله الصنف الآخر وهم أهل الإيمان فقال والمؤمنون والمؤمنات ما يدل على تفضل الله جل وعلا على الجنسين ذكورا وإناثا بالفضل العظيمة فقال بعضهم أولياء بعض أي بعضهم يتولى بعضهم الآخر ويناصرون هم ضد أعدائهم ثم ذكر من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف أي يطلبون من الآخرين أن يفعلوا المعروف وهو كل فعل طلبه الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمعروف أي بالطريقة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا من شأنهم أنهم ينهون عن المنكر أي يطالبون الناس بترك المعاصي سواء كانت من الفواحش والكبائر أو كانت دون ذلك وكان وكان من شأنهم أنهم يجتمعون ويظهرون هذه الأفعال ولذا قال ويقيمون الصلاة بمعنى أنهم يستمرون في أدائها ويودونها كاملة ليس فيها شيء من النقص ومن شأنهم أن يجتمعوا على أداء الصلاة وذلك أنه استخدم الفعل المضارع ويقيمون مما يدل على استمرار هذا الفعل ثم قال ويؤتون الزكاة أن يدفعون جزءا من أموالهم طيبة نفوسهم بذلك ومن شأنهم أنهم يطيعون الله ورسوله فيقدمون أمر الله على محبوبات نفوسهم قال الله في بيان جزائهم أولئك سيرحمهم الله أي هؤلاء المؤمنون والمؤمنات سينزل الله جل وعلا بهم الرحمة التي تشملهم إن الله عزيز حكيم أي لا يحتاج إلى أن يعاونه أحد وهو حكيم يعرف ويعلم من يستحق الثواب الحسن ومن لا يفعل ذلك ثم أعلن الله وعده لأهل الإيمان فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات أي مزارع كثيرة النبات بحيث يغطي بعضها أجزاء بعضها الآخر مساكن طيبة في جنات عدن أي في البساتين التي تكون في ذلك الموطن العظيم ورضوان من الله أكبر أي يحل عليهم رضا الله فلا يسخط عليهم بعدها أبدا فيكون هذا من أسباب فيرحيهم واستبشارهم أن أعطى حلهم الله رضوانه وفيها قال ذلك هو الفوز العظيم أي دخول هذه الجنان هو الفوز الأكبر ثم خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جاهد الكفار أي بالحجة والبيان وكذلك بالسلاح وأنواعه فإن هؤلاء قد أظهروا الكفر ورفعوا رايته ولم يبد منهم إقرار بالإسلام فحينئذ فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم وأما المنافقون فهم يظهرون الإسلام ويبطنون ضده وجهادهم يكون بكف أذاهم من جهة وبتعليمهم فرائض هذا الدين من جهة أخرى قال واغلظ عليهم أن يشدد في القول عليهم ومأواهم جهنم أي مآلهم ونهاية أمرهم أن يكونوا من أهل نار جهنم وبئس المصير أي عاقبة سيئة لهم ثم ذكر الله جل وعلا أنهم يقسمون الأيمان المؤكدة بأنهم ما قالوا هذه الكلمة فرد الله عليهم فقال وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ مما يشعر أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها ومن ثم يخشع الإنسان على نفسه من النفاق ومن الكفر قال وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا أي كان من مقصودهم أخذوا ما لا يستحقون أخذه وما نقموا أي لم يعيبوا على أهل الإسلام شيئا وما نقموا إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله فإذا كان الله قد تفضل على أهل الإيمان بأن أوهبهم وأعطاهم والغنائم العظيمة وحينئذ لا يسخر من عدم المشاركة معهم إلا من لم يستجب لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد وكان من شأن نبي الله عليه السلام أن يكون ثابتا على الحق مستغنيا به دافعا لما أوجب الله الدفع له وقال وما نقموا أي لم يعيبوا على أهل الإسلام إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا بترك النفاق وترك هذه الذنوب العظيمة يكو خيرا لهم أن يصبح الأمر أفضل لهم وأحسن مما هم فيه وإن يتولوا أي لا يستجيبوا لك عندما طلبت منهم ترك هذا الفعل فإنه يعذبهم الله عذابا أليما أي شديدا موجعا في الدنيا والآخرة ففي الدنيا لا ينتفعون بأموالهم وتكون وبالا عليهم وفي الآخرة فذكر الله العاقبة الشنيعة والعقوبة الكبيرة على من أعرض عن الحق ولم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم قال وما لهم في الأرض أي هؤلاء المنافقون ليس لهم من ولي يتولاهم ويرعشونهم ولا نصير يناصرهم ويقفوا معهم فهذه آيات فهذه آيات عظيمة فيها شيء من الأحكام الفقهية لعلي أورد بعضها فمن ذلك التحذير من المنافقين ومن مكائدهم السيئة ومن فوائد هذه الآيات وعد الله لأهل الإيمان بالنصر على أعدائهم وفي هذه الآيات أنه مهما يكون عند الإنسان من خفايا يضمرها فإن الله سيظهرها ويعرف الناس بها وفي هذه الآيات أن الله يتفضل بإحسانه لرد شبهات من يقدح في دين الله أو في أوليائه وفي هذه الآيات أن الاستهزاء بالآيات القرآنية كفر وأن الاستهزاء والسخرية بالله جل وعلا أيضا كفر وهكذا أن هذه الآيات التي نزلت يجب تصديقها والأخذ بها قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو من فوائد هذه الآيات أن الأعذار الأعذار الباطلة التي قد تقنع بعض الناس لا تغني عن صاحبها شيئا يوما القيامة وفي هذه الآيات تحريم الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن من حذر من أمر وأراد يخفاه فإنه قد يقدر الله جل وعلا من يخرج له ذلك وفي هذه الآيات أن الأعذار المقدمة لتسويغ سب الله ورسوله والمؤمنين لا تقبل عند الله جل وعلا ولا تنجي صاحبها وفي هذه الآيات من الفوائد عدم السماع للمنافقين فيما يعتذرون به عن أفعالهم الشنيعة خصوصا ما يكفرون به وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك بعد أن نزلت هذه الآيات جاه بعضهم فأمسك بخطام ناقته وإن رجليه لتحشهم الشوك على الأرض يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وأن يدعو له فقال الله قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة وفي هذه الآيات أن المؤمن الموحد سيكون آخر أمره إلى جنان الخلف وإن عقب بشيء من العقوبات في الدنيا لذنوبه ومعاصيها وفي هذه الآيات تفضل الله على بعض العباد بالعفو عنهم فضلا منه جل وعلا وفي هذه الآيات التحذير من النفاق وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات تحريم الأمر بالمنكر ووجوب السعي لإزالته بما يكون في قدرة الإنسان وفي هذه الآيات تحريم النهي عن المنكر بل الواجب بذل النصيحة في ذلك وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحة من مثل الاستجابة لدعوة الدعاء ورفع اليدين بالدعاء ورفع اليدين في مشاعر الحج ومناسكه وفي هذه الآيات إطلاق لفظ الوعد على الوعيد وأن ذلك جائز وفي هذه الآيات بيانوا أن نار جهنم موجودة الآن مسعرة أعدها الله لأوليائه أعدها الله لأعدائه وفي هذه الآيات أن نار جهنم تكفي هؤلاء الكافرين في العقوبة وفي هذه الآيات أن النفاق الأكبر مخرج من دين الإسلام وفيها استحباب توليهم لأعمال إخوانهم وفي هذه الآيات دلالة على أن عذاب جهنم باق آباد الآباد وأنه لا ينقطع ولا يزول وفي هذه الآيات الأمر بالاعتبار والاتعاض من حال الأمم السابقة التي أعرضت عن الله فلم يغني ما لديها من المال والولد وقوة البدن لم تغني عنهم شيئا وفي هذه الآيات إطلاق الحكم المحرم على جهة الاستهانة بمن يخاطب به كما قال فاستمتعوا واستمتع وخاضوا وفي هذه الآيات من الفوائد أن أهل النفاق تحبط أعمالهم وحينئذ كان هناك خلاف فقهي في هذه المسألة وهو أنه إذا كان هناك رجل كافر عنده أعمال خيرة فأسلم فهل يؤجر عليها في الآخرة أو لا فإن كان لا يريد إلا الدنيا فليس له إلا الدنيا كما لو أراد الثنى أو أراد السمعة أو أراد أن يكون له مكانة ووجاها في الدنيا فهذا نية فاسدة لا يأخذ صاحبها شيئا من الأعمال وأما إذا كان الكافر يرغب في أجل الآخرة وفي رضى الله جل وعلا فإن كان مرتدا لم يقبل منه وأما إذا كان كافرا أصليا فإنه لا يدخل الجنة إذا لم يدخل في دين الله فإن دخل في دين الله فلاظهر من أقوال أهل العلم أنه يستفيد من أعماله الصالحة في الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وفي هذه الآيات التذكير بأن هؤلاء الكفار والمنافقين يتعذبنا شد العذاب ولذا قال وأولئك هم الفاءهم الخاسرون مما يشعر بأن خسارتهم أعظم الخسارات في الدنيا وفي هذه الآيات الترغيب في تذكير أحوال الأمم الماضية وما جرى عليهم من الأحوال والعقوبات وفي هذه الآيات وجوب الاستفادة من حال هؤلاء بحيث يجهز الإنسان لنفسه في مستقبل أيامه وفي هذه الآيات أن النبي قد يرسل إلى بعض أهل زمان دون جميعهم والمؤتفكات يرى بها القرى المجاورة لقرية لوط فقد كانت الفواحش فيهم منتشرة قال أتتهم رسلهم أي بعث الله إليهم الأنبياء لأن من سنة الله في الكون أن لا يبعث أحدا حتى يبعث رسولا فجاءوهم بالبينات أي بالدلائل والبراهين وحينئذ أعرضوا فنزلت بهم العقوبة فنزول العقوبة لأمر عايد إليهم فلذلك هم الذين ظلموا أنفسهم في هذا الباب ومن هنا قال فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي هذه الآيات الثناء على أهل الإيمان ذكورا وإناثا وبيانوا أنهم يوالي بعضهم بعضا فلا يجوز لمسلم أن يعادي أخاه ولا أن يهجره ولا أن يتدابر معه وفي هذه الآيات صفات أهل الإيمان ومنها الأمر بالمعروف أي الترغيب والإنزام في فعل الطاعة التي يرضى الله عنها وكذا من شأن المؤمنين والمؤمنات أنهم ينهون عن المنكر أن يطلبون من الناس عدم الإقدام على المعاصي والذنوب ومن شأنهم أنهم يقيمون الصلاة وفي هذا دلال على مشروعية صلاة الجماعة في المساجد فإنه قال يقيمون باستعمال الفعل المضارع الدال على الاستمرار ويستعملون ضمير الجمعي وكذلك من صفاتهم أنهم يؤتون الزكاة ويتاء الزكاة من الواجبات ويجب التعميم عند دفع هذه الزكاة ومن شأنهم أنهم يطيعون الله ورسوله فلا يترددون في تنفيذ ما أمر الله به وفي هذه الآيات تذكر بإسم الله تعالى العزيز الحكيم ومن مقتضى عزة أن لا يستطيع أحد مغالبته وفي هذه الآيات وعد من الله لأهل الإيمان بإدخال الجنان ووعد الله صادق لا يتخلف وفي هذه الآيات في هذه الآيات ما عده الله من النعيم المقيم في جنان الخلد فإنه قد عد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها إلى انقطاع فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وهذا فيه دلال على أن الجنة موجودة الآن قال ورضوان من الله أكبر وفيه دلال على أن رضا الله أعظم لأن النفس تهتم به وفي هذا بيان أن هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه وفي هذه الآيات الأمر بجهاد الكفار والمنافقين فجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإظهار الحجة والدليل الذي يردهم إلى الحق وقوله وأغلض عليه ما يشدد في تعاملك معهم لعل ذلك أن يكون سببا من أسباب إيمانهم ودخولهم في دين الإسلام ثم قال ومأواهم جهنم أي الدار التي يصرون إليها وبئس المصير أي لهم نهاية مؤلمة سيئة قدرها الله جل وعلا لهم ثم بين أن من شأن هؤلاء المنافقين الحلف فقال يحلفون بالله ما قالوا وفي هذا بيانوا أن الأيمان تؤكد بذكر الله جل وعلا وقد ورد في الأحاديث النهي عن التوسل بشيء من المصنوعات المخلوقات وفي هذه الآيات أن إجابة الله لدعاء الداعين تفضل منه سبحانه وإلا فإن هؤلاء لو لم يغنهم والله من فضله للحقت بهم العقوبات وفي هذه الآيات دلال على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في يوم كافرا في يوم آخر خلافا للأشاعر الذين يقولون الإيمان والكفر بحسب يوم الموافاة يعني يوم الوفاة ولذا يقول قائلهم إيمان كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر وهذا خطأ فإن الله قد أخبر أن الإيمان يزداد وينقص وفي هذه الآيات أن الغنى من عند الله جل وعلا يهبه لمن يشاء من عباده وفي هذه الآيات الدعوة إلى التوبة وأن الذنوب العظيمة يمكن أن تمحى بالتوبة الصادقة الخالصة قال وإن يتولوا أي يستمروا على نفاقهم واستهزائهم يعذبهم الله أن ينزل بهم العذاب الأليم عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا بالخزي وتتابع المصائب وفي الآخرة بدخول نار جهنم وما لهم يعني ليس لهؤلاء المنافقين من ولي ولا نصير وبالتالي يعلمون أن مدبر الكون هو الله جل وعلا فهذا شيء من تفسير هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يوفق ولاة أم المسلمين للخير والهدى وأن يوفق ولاة هذه البلاد لكل خير وطاعة كما نسأله جل وعلا أن يحمي أخواننا في غزة وأن يتلطف بهم وأن يكف عنهم شر عدوهم بقدرة رب العالمين وعزة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر